أفدت وسائل أعلام مصرية بسمع دوي انفجارات في سماء مدينة دهب على البحر الأحمر وأفدت المصادر المصرية بسقوط جسم طائر على بعد نحو كيلو مترين من شواطئ دهب انفجارات في سماء مدينة دهب المصرية وجسم طائر يسقط شهود عهل القهارة الإخبرية سماء دوي انفجارات في سماء مدينة دهب السلام عليكم لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس مساكم بالخير عندنا ساحب عالمية جوال 14 برو ماكس وساحب عالمية ألف جنيه مصري كل الشروط تتفرج على 30 فيديو 70 على قناة كورا شراب وتكتب تنفيذ تعليقات على 30 فيديو وتشترك في القناة انفجارات في سماء مدينة دهب المصرية وجسم طائر يسقط وسط التوتر الذي يسود البحر الأحمر منذ أسابيع عدة على خلفية الحرب الإسرائيلية المشتعلة في غزة دوي انفجارات في سماء مدينة دهب المصرية جنوب سيناء فقد أفاد شهود عيان اليوم السلاثاء بسماع دوي انفجارات في سماء دهب المطلة على البحر الأحمر وفقا لما تناقلته قناة القهارة الإخبرية كما أوضحت أن جسم طائر سقط على بعد نحو كيلومترين من شواطئ المدينة وفي وقت صابق من هذا الشهر أيضا أعلن في مصادر أمنية أن الدفعات الجوال المصرية أسقطت ما يشتبه في أنها تقرأ مصريانا بالقرب من دهب حواد السابقة أطاقته البحري وكانت مدينة طابة ومدينة نويبع جنوب سيناء المصرية المطلة على البحر الأحمر شهدت أواخر اكتوبر الماضي حوادث مماثلة كما شهدت البحر الأحمر توطرات عديدة وعشرات الاستهدافات الحسية التي أطلقت من اليمن ضد صفن تجارية مبحرة عبر هزة الممر التجاري العالمي ومنذ السابع عشر من اكتوبر الماضي أتى ذلك بعدما هدد الحسيون باستهداف الصفن المتجهة نحو إسرائيل أو صفن الدول المتعونة معها ردا على الحرب الإسرائيلية على غزة شهود عيان للقهارة الإخبرية سمع داوين في جرات في سماء مدينة الدهب أفاد شهود عيان لقناة القهارة الإخبرية بسماء داوين في جرات في سماء مدينة الدهب المصرية وذكرت القناة أن شهودا أكدوا أنه جرأ إسقاط جسم طائرة على بعد كيلومترين من سواحل المدينة المصرية وفي وقت صابق من المنازف الشه أعلنت في مصادر أمنيا أن الدفاعات الجوائر المصرية أسقطت مجتمة في أنها طائرة مسئرة بقرب من ذهب وقبل أيام أفادت القهارة الإخبرية نقلا عن مصادر بأن الدفاعات الجوائر المصرية رصد قبول سواحل مدينة الدهب وقالت القهرة الاخبارية ان الجسم الطائر سقط على بعد حوالي كيلومترين ونصف قبلة المياه الاخليمية المصرية بمدينة الدهب وتقع على خليج العقبة بمحافظة جنوب سيناء وفي اواخر اكتوبر الماضي اعلنت قواتها المسلحة سقوط طائرة بدون طيار مجولة في طابة ابو عبيدة نرجح مقتل خمس اسراء اسرائيليين بقصف على غزة قال وزير الدفاع المصري محمد زاكي ان القضية الفلسطينية تواجه منحنة شديد خطورة مشيرا الى تصعيد عسكري يهدف لتصفيتها جاءت تصرحات محمد زاكي خلال افتتاح معرض الصناعات الدفاعية العسكرية ادكاس عشرين تلاتة عشر في القهرة من حضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعدد من وزراء دفاعات والأساق هيئة اركان في دول عدة وذكر وزير الدفاع المصري في كلمته ان القضية الفلسطينية تواجه منحنة شديد خطورة والحساسية وتصعيد عسكري غير محسوب لفرض واقع على الارض هدف تصفيت القضية الفلسطينية واكد ان التعاون المشترك والضمان الحقيقية لتعقيق الامن والتنمية والرخاء للدول والشعوب المحبة للسلام دمرنا 720 الية منذ بدء العدوان الباري ابو عبد هدف الاحتلال محكوم بالفشل اكد بيدرو سانجز رئيس الوزراء الاسباني قبل قليل على ان توجه بلاده نخل احتراب بالدولة الفلسطينية مستمر وحتى لو لم تحصل على الدعم الكافي داخل الاتحاد الاوروبي جاء ذلك وفقا لما نشره على قناة القهر الاخبارية منخبر عاجل وجدد سانجز في تصريحات للصحفين بالعاصمة مجدد رؤيته بانها في حل الصراع بين الفلسطينيين والاسراليين يجب ان يرتكس حل الدولتين بحسب وكالات والرئيس الوزراء الاسباني ان يجب الاعتراب بالدولة الفلسطينية اولا من اجل العنقاد مبادرة السلام بقيادة اسباني ولفت الى ان اكثر من 130 دولة اعترفت بالدولة الفلسطينية في حين ان الولايات المتحدة وبعض دول الاتحاد الاوروبي لم تفعل ذلك بعد من الاربع وعشرين ساعة فقط ابو عبيد اعلن حصيل الخسائر فاده على جيش الاحتلال اعلن ابو عبيد المتحدث باسم كتاب القسام الزراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس امس الاسنين تدمير 28 اله عسكرية سرقلية كليا وجزئيا في كافة محاور القتال في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية والابو عبيد تمكن مجاهدوق قسام خلال الاربع وعشرين ساعة الاخيرة من تدمير 28 اله عسكرية كليا او جزئيا في كافة محاور القتال في قطاع غزة واستهدفت القوات السهونية المتوغلة في اماكن التمركز والتموضع بقزائف المضادة للتحصينات والعباط المضادة للافراد واشتبقوا معا من مسافة صفر ووقعوا فيها قتلى بشكل محقق واضاف كما تمكن مجاهدوق قسام من دك وتحشيدات العسكرية بقزائف الهون من العيار السقيل واجهروا شقات صاروخية مكثفة نحو اهداف متوانوعة ومدريات مختلفة الى داخل الكيان السهيوني وكانت صراح قدس العسكرية لحركة الجاد الاسلامي في فلسطين اعلنت للاثنين قصف موقع كرم ابو سالم وقعدة اميطاية تابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي برشقات صاروخية مركزة المقاومة في غزة تقود اشتباكات ضريبة ضد الاحتلال وبعبيدة ضمرنا 28 آلية خلال ساعات فقط اعلن الناطق العسكري باسم كتائب قسم ابو عبيدة امس الاسنين تدمير 28 آلية عسكرية كليا وجزئيا خلال 24 ساعة الماضية في كافة محاور القتال في قطاع غزة واضف ان مجهدي قسام استهداف القوات السهونية المتواغلة بقذاف المضادة للتحصينات والعبوات المضادة للافراد واشتبكوا معهم من مسافة الصفر واوقعوا فيها قتلة وتابع انهم دكوا التحصينات العسكرية بقذاف الهون من العارة السقيل والجار الشقات الصاروخية مكسفة نحو اهداف متنوعة بمدايات مختلفة الى داخل الكيان السهيوني واكد الكتائب القسام الجناح العسكالة لحركة حماس اليوم مقتلوا اسابة عدد من جنود الاحتلال ينجم استهداف دبابة في منطقة الفلجة شمالي قطاع غزة ابو عبيدة اشتباكات محدودة بين كتائب القسام واسرائيل نتيجة لخارق الاحتلال للهدنة شمال غزة اعلن المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكالة لحركة حماس ابو عبيدة عن حدوث احتكاك ميدان واشتباك محدود بين كتائب قوات الاحتلال الاسرائيلي نتيجة لخارق الاحتلال للهدنة شمال قطاع غزة واشارة ابو عبيدة وفقا لما نقلت وسائل اعلام في الاسطنية تعامل مجاهدون مع عز الخارق ونحن ملتزمون بالهدنة طالما العدو ملتزم بيها ونضع الوسطاء للضغط على الاحتلال وقصف بالمدفعية اطراف مخيم الشاطئ وغرب مدينة غزة بالمدفعية في اول ايام الهدنة الاضافية فيما اشار المركز الفلسطيني للاعلام لان سماع اصوات اطلاق نار وانفجارات غربية المدينة مضيفة من قوات الاحتلال اطلقت النار في منطقة سوفة شرقية رفح بجنوب القطاع واشارة الفصائل الفلسطينية في بيان عاجل وبيان مشترك ايضا الى متابعتها انتهاكات الاهتلال للهدنة للهدنة المؤقتة دعاية الى الزام الاحتلال بوقفها الى ذلك قال المتحدث باسم هزارة الصحة في غزة اشرف القدرة ان هناك ثلاث مستشفيات فقط عاملة في قطاع غزة ويغير قادرة على التعامل مع الاحتياجات الملحة والان اعزائي المشاهدين اعتقد ان نوصلنا لنهاية الحلقة ولكن قبل ان نوني حديث يساطر عليكم سؤال وتمنى منكم المشاركة باراقكم في التعليقات ما هو سبب ما يحدث من الانفجارات في ده لا تنسوا ان تشاركوا باراقكم في التعليقات ولا تنسوا ان تضغطوا لايك اسفل فيديو من اجل دعمنا وفي النهاية اتمنى منكم الاشتراك في القناة افعل زر الجرس لكاسر لكم كل جديد بنقدموا اول باول وقبل ما نهن الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي